استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب أخرون جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة مع دخول العدوان يومه الثالث بعد الثلاثمائة وأطلقت زوارك الاحتلال الحربية قذائفة على منازل قبالة شاطئ مدينة غزة بينما شنت طائران الاحتلال غارات على الحي السعودية غرب مدينة رفح جنوب القطاع وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوانها على القطاع غزة برا وجوا وبحرا منذ السابع من أكتوبر ما أصفر عن استشهاد تسعة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانين أغلبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة واحد وتسعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين آخرين في حصيلة غير نهائية